ملاحظات دكتور السلامي وانتقادات لحكومة ادبيبا نفسها التي استبشر بها خيرا الكثير من الليبيون فيما سبق هناك من يقول لماذا كل هذا التوجه و هذا الانكباب من حكومة ادبيبا على العلاقات الدبلوماسية الخارجية و تنقل هذه الحكومة من دولة إلى دولة في الوقت الذي ينتظر الليبيون من ادبيبا أن ينخرط أكثر في ملفات داخلية مؤقتة أغلبها خدمية متعلقة بالانتخابات فقط ما رأيك؟ نعم الحقيقة هذا صحيح هذا انتقاد هذا نقد الحقيقة يعني نقد إيجابي و نسمعه كلنا يعني الحقيقة حتى من قبل الليبيين البسطة خاصة أن مهمة رئيس الوزراء هي مهمة داخلية و بالذات خاصة في الظروف التي تعيشها ليبيا الحقيقة من وضع من غلام عيشة و شهر رمضان و الجائحة الكورونا والانقسام السياسي الذي بدأ الحقيقة يتلاشى والبعد الأمني حتى هو يعني مطروح على الساحة ولذلك زيارات الدبيبة يعني قبلت بالحقيقة بنقد يعني كبير رغم المبررات التي ربما يطرحها بالنسبة لزيارة بعض الدول وهي عملية يعني جعل هذه الدول الحقيقة تنخرط في الحل السياسي وتبتعد عن إثارة المشاكل بالنسبة ليبيا لكن دائما الفعل الأولوية الآن للمصالحة الوطنية الأولوية يعني تجسيد الاستقرار على الأرض من قبل حكومة الدبيبة و يعني حتى حكومة الدبيبة إذا تصل الليل بالنهار الحقيقة لكنها ربما في هذا الضرف الصعب وفي هذه التوقيت الوقت القصير الذي يتجاوز تمانية أو تسعة عشرة لا تستطيع أن تلاحق الحقيقة الزمن و لا تستطيع أن تفعل كثير التي تم تحديده من المفوضية لضرورة وضع قانون انتخابي و قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات